إخواني مرة أخرى أشدد وأجدد على بعض القواسم المهمة ونحن نقترب من مراحل المقاومة الأكبر والتحدي الأكبر أن هذه المقاومة هي مقاومة سلمية يجب أن تبقى دائما سلمية مهما كانت الاستفزازات من طرف العصابة وبعض الرمبوات اللي يحبون بين نفسهم داخل الشرطة أو الحنوشة الأمر الثاني الشرطة والدرك إخواتنا حتى حينما يظلموننا وقلنا نرفعهم شعار يا البوليسية عونونا لدوا الاستقلال أو شيء من هذا القبيل كما تشوفوه أنتم المهم أن نجلبهم إلينا بالكلمات الطيبة مهما كانت قساوة الأمور إخوانا المعتقلين هذه وصية ومهمة جدا الوقوف مع أهليهم ماديا ومعنويا ممكن إمكانية زيارتهم المرور على السجون والمسجونين وبصوت عالي نوصلونهم الكلمات نوصلون السلام هؤلاء الأحرار أحرار حقا وسيذكرهم التاريخ ويذكرهم بقوة بإذن الله فالوقوف مع إخواتنا المعتقلين هذا واجب علينا جميعا وأخيرا حتى لو أطيل عليكم وحدة الشعب وحدة البلاد ووحدة الجيش هذه من المقدسات التي يجب أن نعمل عليها في كافة الظروف وتحت كافة الضغوط لا نسمح بأن تتشقق لا وحدة الشعب ولا وحدة البلاد ولا وحدة الجيش